يقول ما حكم أن يلعن الإنسان الظالم وبالأخص الساحر إذا ثبت عليه بشاهد المسلمين بأنه ساحر ويؤذي المسلمين وماذا يجب على المسلم أن يفعل في فك هذا السحر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن الدعاء على الظالم جائز بدليل قول الله تبارك وتعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وهذه الإباحة إنما هي لرد الظلم عن المظلوم ولردع الظالم عن المضي في جوره وظلمه وتعديه على من ظلمه وفي الاستعانة بالله تبارك وتعالى لدفع الظلم الواقع على المظلوم ولذلك فإن الأصل هو الجواز ولا ريب أن من ثبت عليه السحر أنه ظالم متعد على غيره فالسحر من أكبر الكبائر بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بل ورد في كتاب الله عز وجل ما يفهم منه أن السحر قرين الكفر بالله تعالى ففي قوله سبحانه وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانُ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت فإن هذا العطف يختضي التغاير في هذا السياق فهؤلاء نسبوا إلى سليمان عليه السلام ما نسبوه من السحر والكفريات والشركيات فنفى القرآن الكريم عنه ذلك ونزهه لأنه نبي كريم مصطفى من الله تعالى وبيّن أن العلة التي نسبوه إليها إنما هي قرينة الكفر ولذلك قال وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحر وفرّق بين هذا الذي يعلمونهم إياه مما هو مشروع أنزله الله تبارك وتعالى وبين السحر حينما قال وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ لأنه قال يعلمون الناس السحر وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ فهم أي الشياطين يعلمون الناس السحر ويعلمونهم شيئا آخر الأصل فيه أنه مشروع هو ما أنزل على الملكين ببابل وورد أيضا في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن في صدارة الموبقات الشرك بالله والسحر أتت السحر مباشرة بعد الإشراك بالله فالساحر لا ريب أنه ظالم متعد وهو حري بالعقوبة الشرعية المقررة له لكن من وقع عليه ظلم من ساحر أو من غيره فإنه يسوغ له أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء على من ظلمه وليجتنب لأن السؤال ورد عن اللعن ليجتنب اللعن وإنما ليدعو لدفع الظلم عن نفسه ولياتقاء شر الظالم ولنصرته على من ظلمه ونصرة كل مظلوم ومما يؤكد هذا أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب فهذا يدل على أنه يجوز للمظلوم أن يدعو على من ظلمه وأن دعاءه قريب الإجابة ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر من دعوة المظلوم هذا والله تعالى ترجمة نانسي قنقر